في معرض كذلك ما يكال لكم من اتهامات دكتور مثلا أنتم يتهمكم أطراف أخرى وربما أطراف معتبرة يعني بأنكم قوم طائفيون أنتم وإن كان ظاهركم لا يقول هذا الكلام وأنتم موجود جماعة الإخوان المسلمين تحديدا في هيئات العمل الثوري المعارض أو العمل السياسي هذا الأمر سهم في تنفير كثير من الأقليات وكثير من المكونات الأخرى غير الإسلامية يا أخي أنتم قوم طائفيون كيف نكون طائفين ونحن ندعو إلى وحدة وطنية أدبياتنا تقول بالإسلام الذي يشمل الجميع وبالتشارك مع الوطن والوطنيين في كل مناحي الحياة حقيقة الأمر سيدي أن هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة أنا لا أريد أن أدافع عن الجماعة ولكن أقول أن هذه الاتهامات هي واردة من النظام أصلا النظام يمارس الطائفية ويجرم من يستنكر هذه الممارسات حقيقة الأمر أن الطائف الحقيقي هو النظام الذي بنى هذه الحواجز ما بين مختلف فئات الشعب السوري نحن لا تاريخنا ولا مبادئنا ولا أدبياتنا المنشورة تشير إلى أننا طائفيون بالعكس نحن ضد الطائفية وندعو إلى كل أبناء الشعب السوري ربما البعض يذكركم ندعو إلى المواطنة التي تساوي بين الجميع فكيف نكون طائفيين البعض يدندن كثيرا حول حادثة إبراهيم اليوسف دكتور في 79 حادثة المدفعية لكن سأسألك سؤالا واضحا في انتخابات حرة ديمقراطية وبالصندوق الانتخابي إذا أتى لرئاسة جمهورية سوريا وهذا خيال يعني خيال يفترض أن يحدث في قادمة الأيام وإن شاء الله أن يحدث قريبا إذا ترشح بالصندوق وربح شخص سوري لكنه علوي هل أنتم في جماعة الإخوان المسلمين تقبلون به وتدينون له بالولاء يعني ذكرت حضرتك أنه السؤال هذا سؤال افتراضي وأنا من الآن وإلى فترة طويلة من الزمن لا أعتقد أن الشعب السوري اليوم إذا أعطي حرية الاختيار حرية الاختيار الحقيقي سوف يختار علوي نظرا للتاريخ المعاصر الذي نعيشه ولكن أقول إذا كان هناك وهذه قاعدة قاعدة عندنا إذا أفرز الصناديق الاختراع أمرا ما رئيسا لا نريده أو تشريعا لا نريده وكان مخالفا لما نعتقده نحن نقبل بهذا التشريع بين قوسين مرة أخرى إذا أتى بإرادة حرة من ناس منتخبين انتخاب حر وديمقراطي نحن نقبل ذلك انتخابيا ونعارض ذلك أيضا بشريقة ديمقراطية نرضى به ونقبله ولا نرضى به ونحاول تغييره بالطرق الديمقراطية نفسها يعني أنتم لا ترضون به وتحاولون تغييره ديمقراطيا لأنه علوي فقط لأنه علوي ليس كذلك إذا بغض النظر علوي أو غير علوي إذا أتى صناديق الاختراع بأمر لا نحبه نقبله ونحاول تغييره بالطريق الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر